السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الجاتوء الاقتصادي هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا بمأدير بسيطة جدا جدا وهيطلع معانا احسن وانضف كمان بمنشتري من برا ببطين اتنين بس والمأدير بتاعتنا بسيطة جدا جدا يلا بينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونبداي كده مع بعض ونشوف الطريقة بتاعتنا اول حاجة معي الصاجر رح جاي دهنا بالزيت وبعد كده جيب معلقة دقيق وبطانه بالشكل ده تمام كده بعد كده بنروح على الخلاط هجيب بطين بدرجة حرارة المطبخ حطهم في الشفشأ وهضيف عليهم كوباية السكر وكمان معانا كسين فاليليا او فاليليا سيلة الموجودة عندك تمام حطي كسين وكمان معلقة خل كبيرة تمام وبعد كده بقى هغطي الشفشأ واضرب كل الكلام ده كويس جدا لغاية الخليط ما يفتح معي هضيف عليهم كوباية لبن بدرجة حرارة المطبخ برضو وكمان نص كوباية زيت تمام واضرب بقى كل الكلام ده كده كويس ونروح بعد كده نجيب بقى الطبق ونجيب المنخل بتاعنا واضيف فيهم كوبايتين دقيق تمام ونص كوباية كاكاو خام بدون سكر ويفضل تشتري كاكاو لكون النوع كويس اخواتك بيفرق في الطعم وهنا معنا معلقة كبيرة بيكين بوضر او كيس بيكين بوضر ونص معلقة صغيرة بيكاربوناتو سوديوم ورشة ملح وبعد كده بقى هنخل كل الكلام ده كده مع بعضه تمام واجيب بقى الخليط السيل بتاعنا هنحطه عليه وهبدأ كده اضربه في اتجاه واحد لغاية الخليط بتاعنا ما يبقى نعم تمام بعد كده بقى هجيب الصاب وابدأ احط فيه الخليط الكيكا وهفرده كويس جدا كده في الصاب كويس وطبعا قبل ما اشتغل في الكيكا كنت مشغل الفرن على درجة حرورة 180 ويه كنت مشغلاي من تحت بس تمام فردت الكيكا هو اخبطة خطتين في الرخامة وهزاك كده عشان خاطر تكون ايه مستوية تمام ودخل على الفرن سبتها اقل من 10 دقايق طبعا الطبقة معانا اصلا خفيفة فاستوت عطول معانا ما خليتش وقت تعالي بقى نعم مع بعض سوز الشوكولاتة اول حاجة معانا تلات معالق كاكا وخام ومعانا كمان تلات معالق سكر وتلات معالق كريم جانطية خام بدون سكر تمام كده ويكوب باية لبن ممكن تستبدليها بمية تمام وهقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه كويس جدا وبعد كده هجيب ربع كيلو شوكولاتة خام من عند العطار موجودة عنده قول له علي الشوكولاتة خام هتلاقى عنده او شوكولاتة سماء الموجودة عندك حطيه تمام وابدأ بقى على نور متوسط وقلب فيه كتقليب مستمر ما سبهوش خالص ماشي افضل قلبه فيه كده لغاية الخليط كله ما يسيح كده مع بعضه ويغلي هتضفع عليه بقى ربع كوباية زيت او معلقة كبيرة زبدة ده او ده هتضفع عليها وتقلبها تقلبتين وطفع عليها وسيبها تبرد بقى يبقى كده خلاص اسوس الشوكولاتة جاهز معينا تعالي بان شوفوا كيكا بتاعتنا بسم الله ما شاء الله طرية جدا زي ما انت شايفاهو تحفى بسم الله ما شاء الله تعالي بان جيب الشوكا ونخرمها كده بالشكل ده وهجيب نص كوباية لبن او مية ده او ده شغان فيش مشكلة ضفت عليهم معلقتين شوكولاتة من اللي احنا عملناها الشوكولاتة اللي هو سوس الشوكولاتة وقلبتها وبعد كده هاسقبها ايه الكيكا بيها اهو بالشكل ده تمام؟ بعد كده بقى هنعم مع بعض الكريم جانتيه اللي هو عبارة عن كوباية كريم جانتيه خام بدون سكر ونص كوباية السكر وكوباية لبن مسلجة تمام كده اهو هضرب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه لغاية الخليج بتاعنا كده ما يبقى تقيل وكريمي ويكتر كده معانا بالشكل ده هروح ضيف عليه معلقتين شوكولاتة اللي احنا عملناها سوس الشوكولاتة معلقتين اتنين بس احطوهم عليهم كده وبعد كده هضربهم بقى بالمضرب مع بعض تمام؟ وهجيب بقى كيس حلواني وارجيب بقى كوباية وحط في كيس الحلواني وابدأ بقى حط الكريمة بالشكل ده عشان خاطر اعرف اوزحها كويس على الكيكة بنروح بقى على الكيكة بقى وابدأ بقى وزع الكريمة على الوش تمام؟ وافردها بالشكل ده حلوة قوي كده سهلة هو بسيطة جدا تمام كده سوف تركها في التلاجة لمدة ساعة المنوي ويجب عليهم بالشكل ده فقط تضطيها في التلاجة لمدة ساعة تمسك نفسها كده بعد كده تضعيها وحطت على الشكل ده ودخلت الشكل ده وفي الشكل ده بالمعلقة كيب ضهر المعلقة وفريديها تمام كده بعد كده بقى دخلات التلاجة في النصف الساعة لازم بين كل مرحلة والتانية تدخلات التلاجة مسك نفسيها. عشان تعرف تعمل خطوة اللي بعد كده. طلعتها بقى بعد النص ساعة بقى تاني. وبدأت بقى ايه اطحها معاكم بقى? هنقطحها بطريقة سهلة جدا وبسيطة بالشكل ده. تمام? بعد كده بقى عندي شوية كريم شنطيكة كتسايبهم على جنب. هحطهم في كس حلواني. وابدأ بقى اشكل كده ايه? الجاتوب بالشكل ده كده. اي اشكال بقى انت حابات اعمليها. واجيب الكريز والحاجة احطها على الوش كده. تمام? لو عندك شوكولاتة برضو ممكن تحطيها. اه اي حاجة هاز حطيها عليها عادي خالص. مشكلة في التزوئ يعني. وعملنا كمية كبيرة هو زي ما انت شايفها بسم الله ما شاء الله. احسن وانضف واحسن كتير من اللي بتشتري في المحلات الجاتوب بتاعنا تحفة. وسهل وبسيط واقتصادي. وبص القطعة اكبر كمام اللي بتشتريها من برة. شكلها جميل جدا وطرية كده. وكريمة عليها كده تحفة. ان شاء الله هتجربوا الطريقة وهتعجبكم سهلة وبسيطة. ما خدتش وقت خالص. يارب يكون عجبتكم وتنسوش بقى اكتب ليكم منت حال وتحطيوا لايك على الفيديو. ويجازاكم الله كل خير. بصي بقى واحنا بنكلها كده جدا والشكرات كده على تحفة. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة